حول هذه القضايا المتعلقة بالحرية الدينية في العالم وهو الحخام ديفيد سابرستين وقبل أن نبدأ أود أن أقول بعض الكلمات بسرعة بشأن الأحداث في غزة وما يحدث وما نحاول عمله كما تعرفون جميعا عدتوا قريبا من الشرق الأوسط ومن باريس حيث عقدنا سلسلة من المناقشات لنزع فتيل الأزمة وإنهاء الهجمات بالصواريخ وعن طريق الأنفاق ضد المدنيين الإسرائيليين وتخفيف معاناة الناس الأبرياء في كل مكان في غزة وفي إسرائيل وفي الضفة الغربية اليوم نحن مستمرون في العمل باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط إنساني بمناسبة العيد الذي بدأ الآن وإيقاف القتال والسماح للمواد الغذائية والدواء والإمدادات الأخرى بالوصول إلى غزة وتمكين إسرائيل من التطرق للتهديد الذي نفهم جميعا أنه حقيقي وأيضا التهديدات التي تشكلها هجمات الأنفاق وعمل ذلك بدون اللجوء إلى القتال هذا ما يأتي نتيجة لوقف إطلاق النار ونحن نعتقد أن الزخم الذي يولده وقف إطلاق النار الإنساني هو أفضل طريقة للبدء في التفاوض ومعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وقف إطلاق نار يتطرق لكل الهواجس الهواجس طويلة الأمد والبدء بالحديث عن أسباب النزاع في غزة من الواضح أنها لن تحل جميعا في إطار وقف إطلاق نار مستدام أو المناقشات حوله ولكن من المهم محاولة البناء والبدء وتحريك العملية وهذا ما نحاول تحقيقه هذه هي الطريقة الوحيدة في نهاية المطاف التي يمكن للنزاع أن يحل من خلالها نأمل إحراز بعض التقدم والناس في هذه المنطقة الذين يستحقون السلام يمكن أن يتخذوا خطوة باتجاه هذا الهدف وإيقاف العنف الذي يؤثر على الأطراف جميعا ومحاولة بناء طريقة للتحرك إلى الأمام نحن أيضا نعتقد أن أي عملية لحل الأزمة في غزة بطريقة دائمة ذات مغزة يجب أن تؤدي إلى نزع سلاح حماس وكل المنظمات الإرهابية ونحن نعمل عن كثب مع إسرائيل ومع الشركاء الإقليميين ومع المجتمع الدولي دعما لهذا الهدف إذن نحن مستمرون في هذه المناقشات مناقشاتنا هناك نجحت في التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني لمدة 12 ساعة ومع حدوث ذلك للأسف كانت هناك سوء تفاهم بالنسبة لـ 12 ساعة مقابل 4 ساعات وبالتالي نحن نحاول جاهدين أن نرى ما إذا كان يمكن توضيح هذه القضايا بطريقة تسمح للأطراف تسمح لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ولألفصائل الفلسطينية والدول الأخرى المعنية التي تعمل من خلال المبادرة المصرية للعثور على طريقة من أجل إخراس الأسلحة وقتا كافيا للبدء في التفاوض الآن قضية السلام والتفاهم هي التي تجمعنا هنا اليوم قبل 16 عاما كنت فخورا أن أنضم أنا وزملائي في الكونغرس الأمريكي في اعتماد قانون الحرية الدينية القانون الذي يفوض بإنتاج تقرير وزارة الخارجية لإلقاء الدور على الكثير من العقبات التي يواجهها الناس الذين لا يسعون لشيء أكثر من التعبد كما يرغبون وإطلاق هذا التقرير اليوم هو برهان على التزام الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية بتعزيز قضية الحرية الدينية في العالم حرية الدين هي في صلب مهيتنا نحن كأمريكيين لقد كانت مركزا لهويتنا منذ هرب الحجاج من الإضطهاد وجاءوا إلى ولاية ماساتشوسيتس وأسسوا بلدة سالم والتي تشتق اسمها من سلام أو شالوم بمعنى السلام ونذكر أنه قبل فترة طويلة في مدينة سالم التي هرب إليها الحجاج من الإضطهاد الديني النساء اتهمت بالسحر والشعوذة والبعض منهن حرقة وكانت هناك اختلافات دينية بين القادة الدينيين في ماساتشوسيتس وبين بعض التجمعات الدينية وهذا أدى إلى انشقاقات وإلى بناء مستوطنات جديدة رود آيلاند بناها أناس هاموا على وجوههم في الغابات وهاموا على وجوههم لفترة شتاء كامل إلى أن جاءوا إلى هذا المكان وأسموه بروفيدنس وبعد مئة سنة من مجيء الحجاج امرأة كاثوليكية أعدمت في ساحة باستون كومونز لارتكاب جريمة السحر والشعوذة نحن على بين بماضينا وكيف أننا كأمريكيين عملنا أحيانا وكافحنا من أجل الرقي إلى وعد مؤسسين جون وينثروب الذي ولد في إنجلترا ولكن إيمانه واختلافه مع الكنيسة الأنجليكانية ألهمته لقيادة سفينة مليئة بالمنشقين الدينيين للحضور إلى أمريكا من أجل التمتع بحرية العبادة وفي موعدة